بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الحادية والخمسون بعد المئة الثانية من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ طالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسكاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء هياكم الله وبركاته هذا السائل أبو هيتم يقول أنا فضيلة الشيخ لم أدي فريضة الحج وأريد أن أأخذ من فضيلتكم التفق في أحكام الحج فبذلك تنصحونني من جهتي أن أحج قارن وإلا مفرد وإلا متمتع وكيف كان حج الرسول صلى الله عليه وسلم هل حج قارنا أو متمتعا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن أفضل الأنساك التمتع وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه ويذبح في جهة التمتع هذا هو الأفضل لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما طابوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا قروسهم وأن يتحللوا ويجعلوها عمره وهذا ما يسمى بفصف الحج إلى العمره وتمنى أنه فعل ذلك لكن منعه منه أنه ساق الهدي من المدينة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارلاً بلا شك لأنه ساق الهدي من الحل ومن ساق الهدي من الحل فإنه لا يتمتع بل إما أن يفرد وإما أن يقرب قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني وقت ذبحه ومكان ذبحه في يوم العيد في منا أيام التشريق فهذا هو الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم وسببه أنه ساق الهدي من الحل وأفضل منه التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر به أصحابه وأنه لو لا سوق الهدي إلا فعله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتمنى إلا ما هو أفضل وأما معرفة مناسك الحج فبإمكانك أن تأخذ رسالة مختصرة للمناسك وتقرأها من المناسك الموذوقة المختصرة مثل التحقيق والإضاح للشيخ العزيز بن باز أو مناسك الحج والعمر للشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هذا السائل أبو عبد الله من بريطان يقول سؤالي لفضيلة الشيخ حفظه الله لأنني قمت بزيارة للمملكة قادما من لندن جدة حائل وصلنا جدة الساعة ثامنة مساءا ورحلة حائل من يوم الغد صباحا الساعة الثامنة صباحا وأثناء وجودي بمطار جدة قمت بالإحرام من طريقي إلى مكة حيث لم يتوفر لي لباس الإحرام بالطائرة مع العلم بأنني دخلت نية الإحرام منذ مرورنا بمحاذاة الميقات فوق مصر حسب إبلاغ موضة الطائرة وكانت نية العمرة من لندن عندما لم أجد حجزا مواصلا من جدة إلى حائل بوقت قصير وحيث أنني رأيت أنه من الممكن أن أستفيد من ذلك الوقت في المطار حيث وجودي بمطار جدة قبل مواصلة الرحلة من يوم الغد هل عمرك كاملة وصحيحة؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله ولكن أخطأت في تأخير الإحرام إلى جدة لأنك نويت العمرة قبل أن تصل إلى الميقات بل من مجيئك من لندن وأن تتنوي العمرة تأخيرك الإحرام إلى جدة فهذا خطأ كان المغروضة حرمت لما حذيت الميقات إلا أن تكون في مجيئك ناويا للذهاب إلى حائل قبل أن تذهب إلى مكة لكن أنت تقول أنك ناوين العمرة نعم وتأكدت نيتك لما رأيت تأخر الرحلة إلى حائل على كل حال عمرتك صحيحة ويكون عليك في الدينة تزلحها في مكة وتوزعها على غطراء إحرام أحسن الله إليكم وبركة فيكم الأخت تسأل في هذا أمازن عن الحب في الله والبغض في الله كيف يكون وتقول إذا أحببت عالم هل أخبره بذلك عن طريق الهاتف المحبة الدينية بين المؤمنين من خصال الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ويحب لنفسه وجاء أن الحب في الله والبغض في الله أو تقعر الإيمان هذه خصلة طيبة وإذا أحببت أخاك من المسلمين إنك تخبرنه بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأصحابه مثل قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك تخبرناه بالهاتف أو بغيره جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم فضيلة الشيء هذه أسائل يقول رجل الحج منذ سنوات عديدة وأثناء طواف الإفاضة كان يلبس الملابس الداخلية جهلا منه وأيضا الذين معه لم يرشدوه لأنهم لا يعلمون شيئا بأحكام الحج مع أنه حج بعد ذلك عدة مرات فبماذا تنصحونه وهل عليه شيء نبس الرجل أو الذكر للمخيط من محورات الإحرام والواجب أن الذكر إذا إحرام يتجرد من المخيطات ويلبس الإزار والرداء ولكن إذا نبس المخيط ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء بل لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا أما لو نبه على ذلك إذا نبه على ذلك إنه لا يجوز وتركه عليه فإنه يكون عليه في ذلك لأنه جال عذر أما إذا استمر لابسا للمخيط وهو لا يعلم حتى تحلل من إحرام فليس عليه شيء نعم أحسن الله إليكم ومباركة فيكم صبيبة الشيخ هذه الأخت تقول هل الصيام مثلا في الشتاء والصيام في الصيف هل أجرهما سواء لا شك أن الصيام فيه أجر سواء كان الشتاء أو في الصيف مع صحة نية صائم وإخلاصه لله عز وجل ولكن إذا أصابه مشقة في الصيام من عطش أو جوع أو شدة حر فإن الأجر يكون أكثر لأنه صبر على قطاعه وصبر على المشقة يكون أجره أكثر نعم السائل السليمان من جنة الخرج يقول هناك بعض الناس يقومون بمساعدة الإخوة الحديث الإسلام في الحج وسؤالي هل يجوز نساهم بمبلغ بسيط كي أنال الأجر أم يجب أن تكفل بجميع مصاريفه من بداية سفره وحتى يعود إلى بيتي لكي أنال الأجر كاملا كل الأمرين جائز أن تشارك مع من يساعدون الحجاج ولك لذلك الأجر أو أن تنفرد بنفقة على حاج معين وهذا أفضل كونك تنفرد بنفقة حاج معين من البداية إلى النهاية هذا أفضل في المشاركة نعم أيضا الأخت تسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للصيام على حديث الواردة في فضل صيام الاثنين والخميس هل هذا وارد أم أن هناك يوم الاثنين لأن الأعمال تعلق تقول يوم الاثنين كل الأمرين وارد الصيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس ترجمة نانسي قنقر